كمان يا شازلي بعد جلسة المباحثات تعقد سيد رئيس مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان وأكد سيادته أن الدولة المصرية هتفضل سند قوي للأشقاء في جنوب السودان وهتواصل جهودها لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في جوبا وأكد كمان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص قضية سد النهضة استنادا إلى قانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن بسم الله الرحمن الرحيم أخي العزيز فخامة الرئيس سلفاكير ميرديت رئيس جمهورية جنوب السودان الشقيق إنه إلى من دواعي سروري أن أرحب بكم والوفد المرافق لسياداتكم في بلدكم الثاني مصر متمنين لكم إقامة طيبة وأود في تلك المناسبة أن أعرب عن عميق اعتزازي بما مع بلدين من علاقات أخوية واستراتيجية راسخة على مختلف الأسعادة استنادا إلى إرادة سياسية مشتركة لنحفاظ على تلك العلاقات بل وتعزيزها في الفترة المقبلة السيدات والسادة لقد أجريت مع أخ الرئيس مباحثات ثنائية مكثفة تنوالت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وما شاهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية من زخم في شتى مجالات التعاون حيث تبعنا نتائج انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بالقاهرة في شهر يوليو 2021 وما أتحته من فرصة للتنصيق والتشاور إضافة إلى ما تمخذت عنه من التفاقيات تم توقيعها بين الجانبين في مجالي الري وتنمية التجارة والصناعة واتفقنا على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة خلال الفترة المقبلة إضافة إلى متابعة المشاورات السياسية المستمرة بين وزارتي الخارجية للبلدين وقد توفقنا أيضا على أهمية إعطاء دفعة تنفيذية للانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى أفاق راحبة للتعاون الثنائي وذلك من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إليها فضلا عن تكسيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها مصر في المجالات المختلفة إلى جانب إحياء عدد من المشروعات المصرية المتواجدة في جنوب السودان وتدشين مشروعات جديدة فضلا عن زيادة عدد المنح التعليمية المقدمة لأبناء جنوب السودان للدراسة في الجامعات المصرية وتقديم مزيد من التسهيلات لهم وكذا العمل على إعادة تهيل محطات الكهرواء المصرية في جنوب السودان وفي هذا الإطار فقد عدت التأكيد خلال المباحثات على أن مصر ستظل سنداً قوياً للأشقاء في جنوب السودان وستواصل جهودها في دعم كافة سبل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية هناك وسستستمر في العمل على مساندة الجهود الجنوب السودانية الوطنية الرمية إلى ترشيخ دعام السلام والاستقرار الداخلي وبما يفتح حفاق التنمية والرخاء لجمهة الشعب الجنوب السوداني ويحفظ هياكل ومؤسسات الدولة ومقدراتها وذلك للاستمرار في مصار تثبيت السلام وتحقيق التنمية ومعالجة جزور التحديات الماثلة هناك وقد أكدت في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سلفاكير من أجل تحقيق السلام في البلاد وللجهود المبزولة من قبل مختلف الأطراف للمضي قدماً في تنفيذ السحقاقات المرحلة الانتقالية تبقى الاتفاق السلام المنشأ كما تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الرهينة ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التطورات الجارية في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي وكيفية العمل على احتواء تداعيتها المحتملة على باقي دول المنطقة وتوفقنا على استمرار التنسيق المشترك بما يحقق أمن واستقرار المنطقة ويحافظ على مصالح شعوب الإقليم في إطار من المسئولية والمصلحة المشتركة كما تطرقت المباحثات إلى مختلف الجوارب ذات الصلة بموضوعات مياه النيل والتنسيق القائم المستمر بين البلدين في هذا الشأن إلى جانب استعراض التطورات الجارية في قضية سد النهضة حيث أعدت التأكيد على ضرورة تواصل الاتفاق قانوني ملزم من نظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمني في هذا الشأن هو الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار بالمنطقة ككل ويفتح أفاق التعاون بين دول حوض النيل فخامة الرئيس البكير أسعدني لقاؤكم اليوم وما عكسه من تقارب في رؤى البلدين حيال مجمل القضايا وهو أمر يعد سما مميزا للعلاقات الوطيدة التي تجمع بلدينا وأنني أتطلع لمزيد من التعاون بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة وأتمنى لجنوب السودان كل الخير والاستقرار وأجد الترحيب بكم والوفد المرافق لكم لفخامتكم في بلدكم الثاني مصر وشكرا وطمر طبعا بيوضح يعني علاقات أو بيأكد على العلاقات الأخوة والصداقة والشراكة بين البلدين وحرص مصر طبعا على تعزيز التعاون بين البلدين والشراكة المصرية وده طبعا يا شاز دي كان واضح من كلمة رئيس عبد الفتاح السيسي وكلمة رئيس سالفاكير بكل تأكيد يا فسانت اشتركوا في القناة